لم يكن ليتجذر الفساد الحكومي في العراق ويتفشى لو لم يكن منهاج عمل وفق خطة مدروسة هدفها الأول نهب ثروات العراق وبناء امبراطوريات تجمع السلطة والمال والسلاح فيتوظف بعدها القضاء لتبرئة المذنب ويشترى الاعلام لتجميل يد القاتل فيصبح الفاسد مصلحا والخائن وطنيا جزء من عمل مكوك الفساد في العراق يكشف عنه القضاء الذي يفترض أن يكون السلطة الأعلى في البلاد فيؤكد القاضي عبدالستار بيرقدار عن ضغوط يتعرض لها القضاء لتبرئة سياسيين فاسدين متهمين بسرقة المال العام ومنهم وزراء بيرقدار قال إن ضغوطا كبيرة يمارسها حلفاء الفاسدين من السياسيين ممن يوفرون الحماية لهم كما أن هؤلاء بدأوا بتنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي يقودها محسبون على الاعلام لقاء مبالغ مالية هي جزء من مال الدولة المنهوب لغرض محاولة طبيض ملفاتهم ولأن الواقع السياسي في العراق مأزوم وبلغ اعتلاله حد أن يتبادل الخصمان كل الاتهامات بدءا من الكذب والتزوير والفشل وصولا إلى الفساد والإرهاب فإن تلك الأحجية صارت للفاسدين لا عليهم فيقول بيرقدار إن بعضهم يروج لأكذوبة أنهم مطلوبون للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية في محاولة منهم للتأثير على القضاء عواق كبيرة وحواجز عالية تمنع من محاسبة الفاسدين في العراق وعلى رأسها الحصانة إذ يؤكد مجلس القضاء أن قسما كبيرا من المتهمين بقضايا فساد هم أعضاء في البرلمان ويتمتعون بالحصانة فلا يجوز إجراء التحقيق معهم أو محاكمتهم إلا بعد رفع الحصانة عنهم دولة الظل تلك التي تدير عمليات الفساد في العراق يقول عنها مراقبون إنها تتكون من اللجان الاقتصادية للأحزاب والميليشيات فالصفقات والمشاريع وتوزيع الحصص كلها تتم عبر تلك اللجان بالإضافة إلى عمليات التهديد والمساومة وكأنك تسمع عن عمل عصابات منظمة في عقود خلت لا في دولة ادعت أمريكا عند احتلالها أنها ستجعلها أنموذجة ديمقراطية في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر